بسم الله اهلا بكم يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ال DC Charger ال 50 كيلوات من شركة ABB فاحنا هنتكلم النهاردة عن ال DC Charger كمام من شركة ABB يبقى انا هشتغل النهاردة على شاحن سيارات كهربية من شركة ABB الشاحن ده اخواننا 50 كيلوات يبقى Charging Power 50 كيلوات طيب من خلال الاسبيكس بتاعة هذا الشاحن احنا بنشوف ان ال Maximum Charging Voltage من 500 Volt DC شاديمو كوننكتور تمام و 920 Volt DC للCCS كوننكتور زي ما شوفنا ان انا عندي الشاديمو كوننكتور وفي عندي CCS كوننكتور دي انواع الكنكتورز اللي احنا بنشتغل عليها ده بيديني لحد 500 Volt DC في الشاديمو و بيديني 920 Volt في CCS كوننكتور Power Efficiency او الكفاءة الخاصة بهذا الشاحن 95% قاتي ال Dimensions الابعاد بتاعته الارتفاع تمام 190 سنتيمتر العرض 56.5 سنتيمتر العمق اللي هو الداخلي الدبس اللي هو 85.2 سنتيمتر الشارجر ده تقريبا وزنه 350 كيلو جرام يبقى انا النهاردة هتكلم عن شاحن سيارات كهربية Fast Charger من شركة ABB الشاحن ده شباب 50 كيلو وات احنا دايما بنعبر على او عن الشواحن الخاصة بالسيارات الكهربية بكم كيلو وات كم كيلو وات هنبدأ نشوف الكلام ده بالتفصيب يبقى انا هبدأ اتكلم عن هذا الشاحن اسمه 54 DC Fast Charger يبقى اسم الشاحن بتاعنا 54 DC Fast Charger يبقى هو بيشحن DC طيار مستمر والتالي هيبقى عندي الشغل Fast Fast Charger طيب زي ما هنشوف او شوفنا قبل كده انا مهم جدا عندي ابقى فاهم جزئية في بداية الفيديو في كل الشواحن انا مثلا هنا بشتغل على 50 كيلو وات هتلاحظ هنا الجزء ده مهم رابط لي 50 كيلو وات كتب لي 5 في 10 اهو 5 في 10 كيلو وات يعني انا عندي الموديولز الموديولز اللي هتغذي هذا الشاحن 5 موديول هتلاقي ده موديول راكب عليه مروحة اتنين ادي موديول لرقم اتنين ادي موديول لرقم اتنين ادي موديول لرقم تلاتة موديول لرقم اربعة موديول لرقم خمسة فانا هنا عندي لو بصيت يا شباب ركز معاها باش مهندس لو سمع في عندي 5 في 10 كيلو وات ردندنت باور موديول يبقى اي شاحن سيارات كهربية هتكون من باور موديولز هتديني القدرة الخاصة بهذا الشاحن والجزئية دي مهمة جدا جدا للمهندسين او للفنيين اللي شغالين في صيانة شواحن السيارات الكهربية ال DC او ال AC طبعا احنا هنا بتكلم عن DC Fast Charger الخمسين كيلو وات خمسين كيلو وات طبعا ده عشان يديني High Reliability و High Voltage Version Over Charging أبتو بيديني قدرة للشاحن لحد كام احفظ الرقم ده لو سمح 920 V DC 920 V DC في الكنيكتور والCC من S هتشوفوا في الفيديوهات السابقة وده بيستخدم في ال Next Generation او الجيل القادم من ال Electrical Vehicles وبيشمل الفانز السيارات الكبيرة والتراكس والالكتريك باسس او الاتوبيسات اللي بتشتغل بالكهرباء يبقى اهم جزئية عندي ان انا هنا عندي شاحن سيارات كهربية اسمه تيرة اربعة وخمسين ده دي سي فاست تشارجر دي سي فاست تشارجر من شركة اي بي بي من شركة اي بي بي التشارجر ده هتلاقي مكتوب عليه هو خمسين كيلو وات تشارجنج باور بيديني تشارجنج باور خمسين كيلو وات وفي عندي نوعين من الشاحن او بيديني قيمتين للجهد سبتين يا شباب خلي بالا انا في عندي خمسمين فولت خمسمين فولت دي سي ده في حالة الكنيكتور الشديمو تسعمية وعشرين فولت دي سي في حالة السي سي اس كونيكتور والكلام ده احنا فاهمينه تماما طيب يبقى احنا شوفنا ان في عندي خمسة في عشرة يبقى كل موديول ده عشرة كيلو 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 يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة في عشرة تمام باور موديول يبقى ده بالنسبة للباور موديول طيب الجزء التاني انا عندي الروبست هنا بيقول لي الجسم اللي مصنوع منه او الانكلوجر الانكلوجر اللي هيتصنع منه هذا الشاحن all wizard powder coated steel steel انكلوجر يبقى الانكلوجر مصموع من steel steel power coated يبقى ده بيتكلم عن الغلاف الخارجي او الانكلوجر الانكلوجر تمام ده روبست all wizard powered coated steel steel مصموع من steel steel اللي واخد power coated الديزاين بتاعه design to be easy to serve and most maintenance activities required less than 30 minutes of downtime يعني انا اصلا لو هعمل صيانة تمام مش هحتاج اكدر من 30 دقيقة عشان اعمله صيانة تمام وبعدين هنشوف بقى الوجهة الخاصة بهذا الشاحن ودي اللي بتهم اليوزر دي اللي بتهم اليوزر يبقى احنا بدأنا بالجزء اللي هم المهندسين او فنين الصيانة بقى كده كلنا عارفين الجزء اللي من قدام اللي هو هيبقى فيه الوصالات او الكنيكتور زي ما شفنا الشديم وكنيكتور تمام لحد 500 اهو ادي معظم الشديمو بيستخدم في السيارات اليابانية تمام ده الشديمو لحد كام فولت باش مهندس الشديمو 500 فولت خلي بال طيب بقى كده في عندي اللي بعده ده اللي بعلم عليه بالله الصفر يبقى انا عندي ده الشديمو التاني ده اللي بعده تمام السي سي اس كوننكتور زي ما قلنا السي سي اس كوننكتور لحد كام احفظ معايا 920 فولت دي سي 920 فولت دي سي طيب ممتاز بقى نا السي سي اس كوننكتور تمام بستخدمه هو في عمليات موست كومون فاست تشارجن ستاندرد والكنكتور السي سي اس بقى كده في عند الاسي كوننكتور فور البلاج ان فيكل والهايبريد سهارات الهايبريد بتاخد الاسي كوننكتور طيب طبعا اي شاحن معظم الشركات بتنزل فيه سيفتي فبيبقى فيه بوش بوتون هنا فبيحط هنا امرجنسي ستوب بوش بوتون تو اميديتلي ستوب تشارجن اوبريشن يبقى فور سيفتي انا بركب البوش بوتون الاحمر ده اللي هو ده عشان اقدر افصل عملية الشاحن في حالات الاميرجنسي طبعا هنا ادي اللوجو بتاع ابي بي على الشاحن بعد كده فيه عندك شاشتين يا شباب خلي بالك معايا ده حبيب ركز معايا في الجزء ده فيه عندي شاشتين فيه عندي شاشتين فيه عندي الشاشة دي تمام دي عبارة عن سيفن انش ال سي دي شاشة سبعة بوصة توتش سكيرين توتش سكيرين خلي مع اضاءة عالية عشان تبدأ تشوف عملية الشاحن فمهم جدا الشاشة دي بيظهر عليها البيانات عشان اليوزر يبدأ يشوف ايه الكلام اللي مكتوب على الشاشة فيه شاشة تانية تحت تمام دي كونيكتد عشان تعمل ريموت مونوترينج اعمل تحكم عن بعد او ريموت مونوترينج سبعة يام في الاسبوع 24 ساعة طبعا سبعة يام في الاسبوع 365 و60 يوم في السنة ريموت مونوترينج ان دي يبقى الشاشة دي بستخدمها في عمليات المونوترينج عمليات المونوترينج ان انا اشوف حالة هذا الفاست تشارجر اللي هو 50 كيلو ريموت عن بعد واقدر اعمل دي او تشخيص للاعطال او اي مشاكل تبدأ تحصل فيه واقدر كمان اي تحديثات بنوع سيارات جديد تمام اقدر اعمل عملية تحديث للبيانات والسيارات اللي ممكن تشبك او تشحن من هذا الشاحن تمام من خلال هذه الشاشة انا عندي شاشتين مهمين جدا تاني تاني عايزين نعمل شرح بسيط انا النهاردة بشرح فيديو عن شواحن السيارات الكهربية من شركة اي بي بي نبقى انا هنا اشتغل على شركة اي بي بي شركة اي بي بي في عندها تشارجر دي سي قيمته كام اهو خمسين كيلو وات الماكسيمم تشارجنج فولتش اعلى جهد في هذا التشارجر في حالة الشديم وكنكتور خمسم في حالة السي سي اس كونكتور بتديني الحد تسعمية وعشرين فولت دي سي الايفشنس بتاعته خمسة وتسعين في المية ودي ابعاده وزنه تقريبا تلتمية وخمسين كيلو جرام اللي همني ان ده خمسين كيلو فانا هروح الاقي هنا هو كاتبلي خمسة في عشرة كيلو وات يعني خمس خمس خمسة باور موديول كل باور موديول عشرة كيلو ده عشان ادي موسوقية تمام في عمليات التشغيل لهذا الشاحن في حالات الهاي فولتج والهاي فولتج منه بيوصل لحد تسعمية وعشرين وانا اقدر اشحم بي الفانز والايف باسز والتراكز وزي ما شفنا التقسيم هو عبارة عن خمس اجزاء كل جزء كان عشرة كيلو وهو 30 دقيقة في عملات الصيانة الانكلوجر من الستالستين هنبدأ هنا نشوف الشاديمو كوننكتور بيستخدم في السيارات اليابانية وبعد كده CCS كوننكتور تمام ده في الفاست تشارجنج وفيه عند AC كوننكتور فيه العربيات اللي هي الهايبريد او العربيات الهاجين مهم جدا اي تشارجر هشرحه هتلاقي فيه غالبا سيفتي وده بحالات الامرجانس هنا الشاحن ده من ABB فيه شاشتين الشاشة الاولينية سبعة بوصة تمام هي عبارة عن تاتش سكرين بتوضح لي حالات الشاحن لما اجي اركب الكنكتور في السيارة بتاعت فيه شاشة تانية مهمة جدا ده بتعمل تشتغل طول السنة في كل السبع ايام في الاسبوع و24 ساعة في اليوم عشان تعمل لي حاجتين بتشوف بترائب وبتعمل لي تشخيص للأعطال وتقدر كمان تتريسيف او تستقبل الابديت على اي نوع سيارة جديد كمان ممكن تشتغل عليه طبعا هنا الاتوماتيك فبيقول لي الاثنتيكيشنز باي بلاج ان كمان هنا طبعا فيه جزء اللي هو البلاج اللي بينام فيها الكنكتور ده مهمة جدا ان انا بعمل تكة اللي هي دي تمام فدي بيسموها البلاج ان السي سي كوننكتور ان ذا فيكل سانكس تو ذا اوتو شارج فانكشن عشان طبعا الاتوماتيك ده اول ما بيديني التكة بتاعت الشاحن موجود شو مكانه او انت شيلته يروح يربط بقى في السيارة فبيديني موثوقية او تصديق على اتمام اتصال السيارة بالشاحن واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بشاحن السيارات الكهربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته